موسيقى 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 بالنسبة للزواج القاصر هو واحد ظاهرة اللي هي موجودة في المغرب موجودة لأسباب هو أننا مرتبطة خاصة بالبادية لأن البنت يقولك بأن المكان الطبيعي والصحيح ديالها هو مكان الزواج ولكن هالظاهرة تفشت تحت داخل المدينة بحكم التكوين والثقافة اللي تشوفها الإنسان عندنا عقليات اللي تشوف بأن المرأة تتشرف بالزربة تبغي يأخذ هذيك البنت اللي ربما بيناتهم واحد فارق ديال السن تكون بعد المرأة تلع عشرين سنة وهذه ظاهرة اللي كانت خطيرة يعني بعض المناطق في المغرب كان كل سنة تجي تدير زواج قاصر أنا أسميه زواج متعة أو واحد الكونجي تيقضيه تيجي تتزوج واحد الزواج بنت قاصر يعني عن طريق أنه على براء الأسرة بعد المرأة تتقول بنتنا غا تخرجنا من هاد الوضعية ديال المتأزيمة غا تمشي على براء نقدروا نتحقوا بها نقدروا 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 ولكن هاداك المتزوج تيكون عنده نية يعني مبيتة أنه جا يقضي واحد الكونجي تتقام عليه ب 31 ألف درام تتزوجها تتلقها وتيكون الأمر متأسير هو العدل هو آخر آخر محطة في هذا الزواج لأن هما هاد الوليدات هادو تمشيوا يخضعوا لواحد طلب تيجيوا لواحد طلب القاضي التوتيق وقاضي التوتيق هو تيستدعيهم واحد للجلسة وتيستمع لدك الزوج وتيستمع لزوجها ولكن هنا يا شنه هو العلة تيقولك لك أنت الدرس تيديلوا لها رفض علاش؟ لأنها ستحرم من الدراسة ولكن بالنسبة لهذاك اللي بغي تقدم تأورها عارف شنه هي المداخيل تمشي أول حاجة تيجيب في شهادة الخطبة بأنها دون مهنة يعني لا تخضعوا لدراسة أول قاضي تيشوف تيشوف بأنها بدون مهنة إذن ما كيش ما يمنع مع ذاك الأسئلة ديالها واش مجبارة واش هي بالفعل قادرة وكذا يعني المرة بعد المرة تتكون من ناحية الفيزيولوجية تتلقاها وافية ولكن واش وافية حتى من ناحية يعني أنها قادرة تتحمل المسؤولية ديالزوج بعد المرة تتلقاها مسكينة بقام محتاجة اللعيب محتاجة باش أنها تكمل دراستها محتاجة أنها تكون مهارات حيث هذه الإنسانة ربما تقدر تزوج ومباشرة يقع واحد طلاق مع أولاد تتكون لا تتوفر لا لا مهارات مهنية لا تكون علمي وتتولي تعيش المأساة منذ صغرها إلى حين ربما نظرا لأن حتى الزواج ولكن عنده وليدات تحرم الأولاد يعني تتلغي فكرة الزواج فتعيش المأساة طيلة حياتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر